من جديد بوادر عودة للحراك الشعبي في المهرة رفضاً لإنقلاب السعودية على التزاماتها بعدم عسكرة الوضع هناك في تحدي صاريخ للغضب الشعبي في المحافظة المستقرة الواقعة في أقصى الشرق من الجمهورية عودت السعودية بناء مواقع عسكرية في سواحل حصوين وسيحوت مصدر محلية قالت إن السعودية شرعت بنصب نقاط تفتيش وباشرت بإنشاء مواقع عسكرية في مناطق أمنة ونائية يحاول المهريون إيقافها لمأتوا من إمكانات هذه الموقع جابوا قوات التحالف قبل سبوع عندنا كانوا بايحطونه في موقع خسيد وبعدين عرضناهم المواطنين لما تحلوا هنا بالغصب جوا ولحد الآن كل المواطنين معارضين مثلنا ومثل زي المديريات أما زايد على أربعة عسكرات حطوه في مديرية حصوين واحدة في جدوه واحدة عند الوادي هنا دالوا الثاني وبالتوازي تقوم السعودية أيضا بإنشاء كيانات موازية لتمييع الحراك الشعبي الرافض لتواجدها بعد نجاحها لما يبدو في احتواء السلطة المحلية عقب إقصاء وإقالة المسؤولين الرافضين للتواجد العسكري والشروع في التجنيد خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية وهو ما يرفضه قطاع واسع من أبناء المهرة ولا داعي لهذه المعسكرات المهرة كانت تعيش فيها من الاستقرار ولا فيها شيء مشاكل ولا شيء هذا لكن كل هذا بسبب التحريط على المهرة يجرب والأسلحة للهودي وهذه كل دعايات والتحريط فلا يجد تحريب السلحة ولا مسكوا مهري واحد يجرب الأسلحة للهودي أبدا كل هذا افتراء وكتب وتدخل في المهرة دوني سبب ولتسهيل مهام وكلائها تمنح السعودية جنسيات وتصاريح تجارة ودخول لبعض الأعيان تماما كما تفعل سلطنة عمان ما يجعل الأمر يبدو وكأنه سباق سعودي عماني في السيطرة على المهرة تحت لافتة المصلحة الأمنية العليا لكل منهما مع الأيام تتأكد أطمع السعودية في ثاني أكبر المحافظات اليمنية مساحة وتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بناء ميناء بحري في نشطون يمكن استخدامه بديلا لتصدير النفط السعودي في حال نفذت إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز تراهن السعودية على نفوذها بينما يراهن قادة الحراك الشعبي على وعي المواطن المهري للتصدي لكل محاولات العبث في محافظتهم الآمنة ترجمة نانسي قنقر